أهلاً وسهلاً بالأصدقاء والصديقات سوف نعرف اليوم على موضوع الموضوع المرتبط بالإعانات على المساعدة الرمضانية والمساعدة الرمضانية والمساعدة الرمضانية لم يكن نعرف أيضاً كيف يتم إختيار الناس والمحددات والمعايير التي يعتمدونها أعرف أن هناك حزبه وتعطي الناس والسلطة وتعطي الناس لم يكن نعرف أيضاً من ناحية الشكل سوف نحاول نعرف من ناحية المضمون سوف نذهب إلى المضمون الذي يتنافى يتنافى مع ما تطرحه الدولة الدولة التي تعتبر نفسها في إحدى المواد الأساسية من داخل الدستور 2011 نحن نقش من ناقش الدولة لا نعطوه ما نعطوه موقفنا في ذلك موقفه من الدستور الممنوع أو دي موقراطي لا نعطوه موقفنا في ذلك إنه الموقف واضح ولكن سنحضر على الدستور 2011 الذي يحضر على أن المغرب إضافة إلى الملكية فهي دولة اجتماعية الظنية من اللي سنسمع الدولة الاجتماعية فهي تبادر للدين بأن الدولة الاجتماعية التي تأسست على إترها والتي تنظروا المنظرين على إترها خصوصا في ألمانيا ويأتي لنموذج ألمانيا في القرى 19 ويأتي في 1870 على مقاردهم ويأتي على إترها أوروبا ونجاتها أوروبا وبعض الحرب العالمية الأولى والثانية أتبادر للدين بأن الدولة الاجتماعية هي تلك الدولة التي تحاول أو أفوان توفره الرفاهية الاجتماعية على المستوى الاقتصادي المواطنين ديالا وأيضا من ناحية السياسية هناك نفتاح هناك ديمقراطية من ناحية الاقتصاد ينشغل ينشغل أقل حد الأدنى للأجور الذي يتراوح التسعمية للأروات ستبادر للدين بأن جميع المغاربة سيستفدوا من تعليم علمي، تعليم شعبي، تعليم ديمقراطي، تعليم عنده جودة جودة عالية في أوروبا ستبادر للدين بأن المستشفيات سيوفروا لك الرعاية اللازمة بما أنك مواطن ما بينك وما بين المؤسسات التي تدبر البلاد ستبادر للدين بأن تعليم تعليم جودة عالية، الصحة متوفرة، تعليم جودة عالية، أي جودة عالية والأجور التي يتعلمون وإن هؤلاء دعم شهري في جميع الدول هناك كبيرة العالية من المستخدمين من دعم شهري في هذا المدد والتعطف من رمضان إلى رمضان في أسلوب الأمثال يعتبرون أن المستوى الأسبوع او الاخ المستوى يرخم اولا على 15 يوم او على شهر يعني الماءونة اللي غادي تفيدك في ذلك المدة ومن كل شيء من الحليب حتى للحم والجداد والحوت هذه هي الدولة الاجتماعية ومن كل شيء من الاجتماعية ومن كل شيء من الاجتماعية اما ما نعيشه نحن هي ممارسات قرص طويل الاسف الشديد ممارسات التي تزيد تفسح المجال و تزيد غضي و تزيد عمق و تزيد عمق الفجوة ما بين من يمتلكون خيرة البلاد و من يمتلكون الاهاتة و فقط للأسف الشديد استفزتني انا صراحة اللي يجعلني نعدل هذا الفيديو و استفزني واحد الفيديو استفزني واحد الفيديو من واحد المرة و تقبل اما اليد و تقوص على عامل و لا قايد لكي تشكره نحن نعرف ان العامل قل الله و لا حشا 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 ولكن هذا هو الاساس مطابق 만들ط Brilliant و اعلم الانسان أو انها تراد the people و نعلم و في عمق به بما يجب ان يركع و يسجد و سنس و نقدمون ما هي الاشاالة م القطاع و لكن الطرق الام зайموا في المواطن عن الم� estão ونظر المعرف فقلتها أنا سوف يترى الضرب في أوروبا يتسخر للكي لا أريد ويجب أن يتسخف هذا هو الإمثال الدولة الاجتماعية الإمثال الدولي الاجتماعية لا يستعد أن يدخل و يتموز في ذلك الإمثال الدولي الاجتماعية لا يستعد أن يمشي الوسيطر و لا يمشي اخرى بديو أسهلها في المصدر المنصف والدول و لا يوجد في فهم الدولة الاجتماعية لم يكن من المؤسسة للتعليم ونرى الهضر المدرسي مرتفع عدة أسباب إما بعض المدرسة عن المحيط السكاني للناس إما العلاقة التي تجمع بين التلميذ و المؤسسة و نعرف أمامي و لم أفهم مستقبل سنذهب إلى مستقبل و نرى المؤسسة للفعل و نرى مؤسسات و نرى الهضر المؤسسة و نرى الجو المعلم لماذا نقدر على الدولة الاجتماعية و أعندنا على دولة الاجتماعية المغربية و نقوم بمعرفة الخصوصية المغربية نحن باقي في القرى الوسطى ونوزع للناس القفيف رمضان بطريقة مؤسسة قد قد الخلال تقوم بأحد العمل كهينة ليلة أولا قبل مهين قبل ما تكون إهانة لذلك المواطن القفارة من أي محسن من الأثنى هذه المواطن لا يحتاج إلى أفضل صكراً وبالتصنع الأهمية تتعاون لحقق كاملاً هذا المواطن يحتاج من الفصفة يحتاج من الدهب يحتاج من الفلاحة يجب أن يستفيد من المواطن من الخيرات أعطوه الحق ، ونقوم بمدله ومع ذلك ، يسرق قوة ومن بعد أعطوه القليل من الحق ومن بعد يطلب منك أن تتشكره نتمنى أن نحاولنا نفتح نقاش جديد نقاش كان أعتبره يكون نقاش جديد بين مجموعة الأصدقاء نتمنى أن نوصلنا إلى واحد الرسالة لأن الهدف داخل هذا القناة صراحة هو نوصل إلى مجموعة الرسائل ومجموعة المضامين وتكون قناة هدفة الهدف داخلنا هو نطور النقاشات ونعطوه مصاجات ونحاولو نعطوه المواقف داخلنا وتحية عليها وضمتما ضمنا من نضال أو فيها في أفق مواضع أخرى وتحية